ترجمة نانسي قنقر مرحبتين مسيكم الله بالخير أعطيكم الصحة والعافية أول شي شكرا على هذه الفرصة اللي ينبين فيه الجهد اللي يقومون فيه مراكز الخدمة وكذلك جهد اللجنة فيه تقييم مراكز الخدمة كل هذه نابع من نظرة المركزة عند صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير الخدمات الحكومية ودائما رفع السقف في هذا المجال ولذلك سنة عن سنة نجد حتى المعايير اللي موجودة ويتم التقييم على عساسه قاعدة ترتفع يعني حتى في مستواها ونسبتها فهذه كلها أولهن عطى المراكز خلنقول البير منهم أقل مستوى من المستويات تقييم الخدمة اللي مفروض أنهم محد يتنازل عنها واللي على عساسه يصير المراكز تاخذ المراكز الفضية بعدين في مستوى أعلى المستوى الذهدي والآن كذلك في شغل حتيت عشان ينزل كذلك المستوى البلاتيني لمستويات خدمة أكبر ارتفعت نسبة المراكز اللي تستوفيه 90% من المعايير الأساسي تقريبا نسبة فوق 40% 42% حقيقة صارت تنافسية بينهم بين بعض الآن ليس على أن نحن استوفينا فقط 90% إنما طيب شنو ممكن نحن نقدم أكثر هذه بحد ذات جزء من إذا كنا نسميها الثقافة المؤسسية في خدمة المواطن واللي دائما يحسن عليها المسؤولين واصحاب القراء المعايير كثيرة جدا عشان يتم الاستفاء لها وبعضها حقيقة صعب لكنه سنة عن سنة عطى مجال للمراكز أنهم يتعلمون من أخطائهم ويعدلون هذه الأمور وينتقلون إلى مستويات أعلى وبعضهم بالمناسبة ما قدر أنه خسر المستوي اللي كان موجود فيه لبعض الأخطاء يمكن قد تكون بالنسبة لهم يشوفونها بسيطة لكن حقيقة من ناحية المواطن لا لأنها مهمة جدا على أساس ما حصلوا على الجوائد اللي كانوا حصلين عنها دبع كل هذه الهدف الأساسي منه أولا وأخيرا وهو رفع سقف طبيعة نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وهذه المنافسة الحقيقية لذلك بدأت الوزارات والمؤسسات الخدمية تتنافس في أننا طيب إحنا الآن وصلنا لهذه المستوى شكرا ممكن نزيد الخدمات الموجودة عندنا يات الجائحة جائحة كورونا وعطت كثير من الوزارات المجال أنهم ينتقلون إلى الخدمات الإلكترونية وهنا صار في معايير جديدة الآن لتقييم الخدمات لو ناقد مثال على ذلك معيار تقديم إنجاز الخدمة على حسب تفاقية مستوى الخدمة ارتفعت بعض المؤسسات قريبا 30% عشان يستوفون المقياس الموجود لكن في بعض الوزارات بعض المؤسسات وبعض المراكس للأسف انزلت خدماتهم وهني بينت في التقييم واللي على أساس صار عدم إعطاءهم الجائزة أو حجب الجائزة عنهم في هذا المجال فدائما الأساس هو كيف ممكن أن نحن نخدم المواطن بغض النظر عن طبيعة القناة اللي يتم وصول الخدمة له فإذا كانت الخدمة الموجودة وجها لوجه كانت ممتازة وعالية وصارت الآن إلكترونية لكن قلت طبيعة الخدمة أو كفاءة الخدمة مرة ثانية ما يفيد في نهاية الأمر هو كيف ممكن نخدم المواقع نعم سعدت الدكتور رائد بن شمس نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة